بسم الله الرحمن الرحيم حفظه الله المدرس المعهد الحرم في المسرد النبوي السابق والمسرف على معهد السنة يقدمه لكم عمرو البساطي المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه ضبط القواعد والأصول التي جاء بها الشرع ومن أهم الرسائل المختصرة التي تعنى بهذا فرسالة قيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى سماها الأصول الستة وإي رسالة اهتم أهل العلم بها تماما كبيرا أورد فيها مؤلفها رحمه الله ستة أصول قاررها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تقريرا واضحا جليا ومع ذلك فإن كثيرا من الناس غالط فيها وانحرف عما شرعه الله عز وجل وقد انتهجنا في شرحنا لهذه الرسالة طريقة جدولة للمحتوى تسيلا له وتيسيرا واعتمدنا في ذلك على شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح الرثيمين رحمه الله تعالى مع بعض الإضافات اليسيرة حسب ما تقتضيه الحاجة نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به الكاتب والقارئ وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين مقدمة الكتاب قال المصنف رحيمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام بفوق ما يظنه الظان ثم بعد هذا غالط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم ما إلا أقل القليل مختصر الأصول الستة الأصول الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك الأصول الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفارق فيه الأصول الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر وضده الخروج والعصيان الأصول الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وضده من تشبه بهم وليس منهم الأصول الخامس بيان من هم أولياء الله وضده أولياء الشيطان الأصول السادس طلب الهدى من الكتاب والسنة وضده تارق القرآن والسنة لماذا ندرس الأصول الستة واحد لنصيحة العلماء بها اثنان للعلم بأصول الإسلام واعتقادها والعمل بها بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة وهي طريقة عامة العلماء وذلك لأسباب واحد اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليه مسلم اثنان استئناسا بحديث كل أمر ذي بال وإن كان ضعيفا ثلاثة اقتداءا بعلماء السلف رحمهم الله أربعا تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله تعالى معنى البسملة واحد كلمة باسم والمع الخلق الرحيم ذو الرحمة الواصلة الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده المقصود المصنف رحمه الله بالأصول الستة الحصر القاعدة أن العدد إذا ذكر في الكتاب أو السنة أو كلام أهل العلم ولم نجد في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذا العدد صار العدد له مفهوم أي لا يزاد عليه مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام وإن وجدنا في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم أي يزاد عليه بما ورد في الكتاب والسنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الحديث وقوله اجتنب السبع الموبقات الحديث لماذا يذكر العدد أحيانا ولا يكون له مفهوم هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراد من السامعين ضبط ما يذكر في هذا المجلس حتى يسهل استحضار هذه المسائل بعد زمن كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه الحديث أخرجه الترمذي وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله أمور مهمة هل الأصول الستة مجمع عليها بين السلف نعم دل عليها الكتاب والسنة وأخوال الصحابة والسلف والأئمة اثنان من أول من ألف في الأصول الستة لا يخلو كتاب من كتب المعتقد من هذه الأصول لكن أول من جمعها في رسالة مستقلة هو الإمام المجدد رحمه الله تعالى ثلاثة كيف نضبط الأصول الستة بمعرفة كل أصل وما يضاده هل كتب أصول السنة وكتب العقيدة وكتب السنة وكتاب الأصول الستة لنفس المضمون أم تختلف هي مؤلفات في نفس الباب لكن ينوع العلماء بين عناوين الكتب حتى لا يمل الطالب أو لزيادة البيان أو لمقتضى الحال والحاجة فتارة يكون عنوان الكتاب أصول السنة كأصول السنة للإمام أحمد أو العقيدة كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام المنتمية أو السنة كالسنة للخلال أو الإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة أو التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة أو الأصول الستة كالأصول الستة للإمام المجدد الأصل الأول قال المصنف رحيمه الله إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم الإخلاص لله قال أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دهر كرامته ويتضمن خمسة أمور واحد أن يكون مخلصا لله تعالى في قصده اثنان أن يكون مخلصا لله تعالى في محبته ثلاثة أن يكون مخلصا لله تعالى في تعظيمه أربع أن يكون مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه خمسة أن لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته بعض ما جاء في الإخلاص من القرآن قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون بعض ما جاء في الإخلاص من السنة في الحديث أن رجلا قال ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندة بل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل أخرجه أحمد وضد الإخلاص الشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار أخرجه مسلم والشرك نوعان واحد شرك أكبر مخرج من الملة وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاتا مطلقة مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر اثنان شرك أصغر غير مخرج من الملة وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا يناف التوحيد منافاتا مطلقة مثل الحلف بغير الله والرياء اليسير درجات المحرمات واحد الشرك الأكبر اثنان الشرك الأصغر ثلاثة الكبائر أربعة الصغائر الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر واحد الأكبر مخرج من الملة أما الأصغر غير مخرج من الملة الثاني الشرك الأكبر محبط لكل الأعمال أما الشرك الأصغر فهو محبط للعمل الخاص ثلاثة الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار خلودا أبديا أما الشرك الأصغر فصاحبه غير مخلد في النار خلودا أبديا الفرق الرابع أن الشرك الأكبر مبيح للدم والمال من السلطان أما الشرك الأصغر فغير مبيح للدم والمال الفرق الخامس أن يعتقد أن السبب له تصرف خفي في الكون أما الأصغر فأن يجعل ما لم يجعله الله سببا سببا الفرق السادس أن الشرك الأكبر لا يغفر إن مات عليه والشرك الأصغر يأتي الدليل على أنه أصغر الفرق السابع أن يأتي الدليل على أنه أكبر أما الشرك الأصغر فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر الفرق الثامن أن يعتقد أن لغير الله تصرفا خفيا في الكون وأن بيده جلب المنافع ودفع المضار أما الأصغر فكل ما أطلق عليه الشرع أنه شرك أو كفر ولم يعرف بأل فالأصل أنه أصغر الخوف من الشرك الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفة كما حكى الله عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنأ وقال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه فلا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن ويكون الخوف من الشرك بأمور واحد بتعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر اثنان بدراسة الشرك ومعرفة أسبابه ودواعيه لتجنبه ثلاثة الدعاء والاستعانة بالله تعالى أربعة البراءة من الشرك وأهله والبعد عنهم لألا يصير منهم الأصل الثاني قال المصنف رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون انتهى بعض ما جاء في الأمر بالاجتماع من القرآن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ بعض ما جاء في الأمر بالاجتماع من السنة قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه وفي مقابلة هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وحث على التآلف والتحاب بقوله وفعله أعمل الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الاختلاف ولكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضى ومن أمثلة اختلافهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام عقب غزوة الأحزاب لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة متفق عليه فلما خشوا خروج الوقت قال بعضهم سمعنا وأطعنا وقال الآخرون نصلي في الوقت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج ولم يعنف بعضهم بعضا عمل السلف رهيمهم الله من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوق فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ومن مظاهر الاجتماع في شريعة الإسلام نجتمع على عبادة رب واحد ونتبع نبيا واحدا ونعمل بشريعة واحدة قبلتنا واحدة لنا خليفة واحد نجتمع في كل حي خمس مرات للصلوات المفروضة ويجتمع أهل البلد في كل جمعة ونجتمع في كل عيد فطر حتى النساء والصبيان دون اختلاف ويجتمع أهل الأقطار في صعيد عرفة ملاحظة حديث اختلاف أمة رحمة لا يثبت فلا يصح الاعتجاج به بل إذا كان الاختلاف رحمة فماذا يكون الاتفاق الأصل الثالث قال المصنف رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدهي العلم فكيف العمل به انتهى يكون السمع والطاعة لولي الأمر به واحد امتثار ما أمر به اثنان وترك ما نهى عنه بعض ما جاء في وجوب طاعة ولي الأمر من القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعض ما جاء في وجوب طاعة ولي الأمر من السلة في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان متفق عليه وفي الحديث من رأى من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له أخرجه مسلم الناظر في حال الأمة عبر التاريخ يجد أنها حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف كانت لها السيادة والظهور في الأرض ولما أحدثت ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على آئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيئا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففاشلوا وذهب ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل الواجب علينا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البرج والتقوى والاجتماع على المصالح وأن نجتمع على الحق ونتعاون عليه وأن نخلص في جميع أعمالنا وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات من الأمور المعينة على الطاعة وعدم الخروج الدعاة لولاة الأمر والعلماء ومحبتهم إثنان الجنة لا تطلب إلا من الله وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت ثلاثة ألا تكون ممن إن أعطي أرضي وإن لم يعطى سخط أربع الدعاء الله مكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك خمسة التعلق بالله وحده وعدم التعلق بالحكام والعلماء والوزراء والأغنياء ستة لا يفرك مؤمن مؤمنة قال السعدي رحيمه الله ينجر هذا الحكم على الحكام سبعة دعوتنا دعوة إصلاحية تهتم بإصلاح الفرد والمجتمع ثمانية قراءة سير السلف وكيف كانوا مع الحكام تسعة عدم الإكثار من مشاهدة الأخبار الأصل الرابع قال المصنف رحيمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقه وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية 122 ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البنيد ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير منه والله عنه هو الفقيه العالم انتهى العلم علما واحد علم الشرع وما تعلق به وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البيدات والهدى وهو الذي فيه المدح والثناء مطلقا وهو الأصل في خطاب الكتاب والسلة اثنان علم الدنيا كعلم الطب والهندسة وغيرها وله أحوال ألف إن كان وسيلة إلى خير فهو خير با وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر جيم وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولاه بعض ما جاء في مدح العلم والثناء عليه قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنان وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه ومن فضائل العلم واحد أن الله يرفع أهل العلم في الدنيا بين عباده بحسب ما قاموا به وفي الآخرة برفع درجاتهم في الجنة اثنان أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به الحديث أخرجه مسلم ثلاثة أنه أبيح فيه الحصد قال صلى الله عليه وسلم لا حصد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه أربعة أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما ورث العلم خمسة أنه نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره ستة أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم الواجب علينا يجب علينا معرفة من هم العلماء حقا وهم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم ومن أهم علاماتهم الاهتجاج بالكتاب والسنة والسير على ما كان عليه السلف والعمل بالعلم وكثرة العبادة وشهادة العلماء لهم وتحذيرهم من الشرك والبدعة انتع الأصل الخامس قال المصنف رحمه الله بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية والآية التي في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر عند أثر من يدعي العلم وأنه من هدات الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سبيع الدعاء امتعى كيف نعرف أولياء الله أولياء الله هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ودعوى الولاية فيها تزكية للنفس وهذا ينافي تقوى الله عز وجل قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقع وذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات واحد قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذه الآية تسمى آية المحنة قال الحسن البصري رحمه الله كان ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنا نحب ربنا عز وجل حبا شديدا فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وصفهم الله تعالى بأنهم واحد أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم اثنان أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم ثلاثة يجاهدون لأعلاء كلمة الله عز وجل أربعة لا يخافون في الله لوم تلائم والآية الثالثة قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون بيّن عز وجل أن أولياءه هم الذين اتصفوا بالإيمان بقلوبهم والتقوى بجوارعهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحيمه الله بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من النهز وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أولياء الله قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الشيطان قال فيهم إنما سلطانه أي الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مسركون وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحيمه الله قال غير واحد من الشيوخ والعلماء لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي أولياء الله عز وجل على طبقتين واحد السابقين المقربين اثنان أصحاب اليمين المقتصدين ذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر والجنة والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم أقسام الناس مع أولياء الله عز وجل واحد مفرطون من اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله اثنان مفرطون من إذا رآه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا ثلاثة وسط من لا يجعله معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتيدا مخطئا فلا يتبعه في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده كرامات أولياء الله عز وجل واحد ثابت لهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم لحدة في الدين أو لحاجة بالمسلمين اثنان آية للرسول فهي إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة غير لازمة للولي فالكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثله ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة خوارق العادات هي ما يأتي على خلاف ما اعتاده الناس كأن يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهي أربعة أقسم واحد الآية وتكون للأنبياء ولا يقال معجزة لأن هذا الذي ورد في القرآن والمعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون لغير الأنبياء ولا يمكن لأحد ادعاء آية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اثنان الكرامة تكون لأولياء الرحمن وهم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى ومثال الكرامة ما حصل مع أصحاب الكافة ثلاثة المعجزة أو الفتنة وتكون لأولياء الشيطان نعرفها بمعرفة حال الشخص لا إيمان ولا تقوى ومثال المعجزة ما يحصل من الدجال أربعة الفضيحة ويكل من كذب على الله فضحه في الدنيا قبل الآخرة ومثال الفضيحة ما حصل من مسيلمة الكذاب نفث في عين مريض فعمي أقسام الناس مع خوارق العادات واحد مكذب يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء اثنان غالي يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله ثلاثة وسط يصدق أن الله عز وجل يعطي من شاء من عباده ما شاء من كرامة في شكل خوارق للعادة ولكن ليس كل خارق كرامة بل قد تجري الخوارق على أيدي السحرة والدجلة مختصر الفروق بين أولياء الله وأولياء الشيطان من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولياء الله واحد يتبعون الكتاب والسنة أما أولياء الشيطان فيخالفون الكتاب والسنة اثنان أولياء الله يتصفون بالإيمان والتقوى الناس معاد وتفاضلهم بالتقوى أما أولياء الشيطان فيتصفون بالكفر والفجور والكهانة والسحر والجنون والمكاشفات ثلاثة يتبعون النبي ولا يخرجون عن شريعته أولياء الله أما أولياء الشيطان فيخالفون النبي ويخرجون عن شريعته أربعة أولياء الله يحثون الناس على اتباع النبي وتأدية الفرائض والدعاء أما أولياء الشيطان فيحثون الناس على اتباعهم ولا يؤدون الفرائض ولا يدعون الله خمسة أولياء الله يعتقدون أن النبي أفضل من الولي وليس الولي بمعصوم بالإجماع أما أولياء الشيطان فيعتقدون أن الولي أفضل من النبي وأنه يعصم وأن له أن يخالف الإجماع الفرق السادس أولياء الرحمن الإيمان والتقوى سبب كراماتهم إذ الجزاء من جنس العمل أما أولياء الشيطان فتكون لهم معجزة أو فتنة أو فضيحة ولا يمكن أن يكون أحد من الكفار والمنافقين وليا ويمدحون الكفار الفرق السابع أولياء الله ينبغي أن يحبوا في الله ويوالوا فيه أما أولياء الشيطان فينبغي أن يبغضوا في الله الفرق الثامن أن أولياء الله يخافون من النفاق ولا ينخدعون بحالهم أما أولياء الشيطان فلا يخافون من النفاق وينخدعون بحالهم الفرق التاسع أن أولياء الرحمن لا يتميزون عن الناس وتظهر عليهم الصنة أما أولياء الشيطان فيتميزون عن الناس باللباس والحلاقة غيرهما ويشابهون الكفار الفرق العاشر أولياء الرحمن ليس عندهم إفراط ولا تفريط أما أولياء الشيطان فعندهم الإفراط والتفريط الفرق الحادي عشر أولياء الرحمن يتصفون بالإيمان ظاهرا وباطنا أما أولياء الشيطان فيفرقون بين الإيمان الظاهر والباطن الفرق الثاني عشر أولياء الرحمن من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم علم الظاهر فقط للباطن فهو كافر أما أولياء الشيطان فيعتقد أتباعهم أنهم يعلمون الباطن الفرق الثالث عشر أولياء الرحمن لا مثيل لولاية محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء الشيطان يعتقد أتباعهم وحدة معدن الأنبياء والأولياء الفرق الرابع عشر أولياء الرحمن يحتجون بالقضاء والقدر على المصائب فقط لا على المعائب أما أولياء الشيطان فأهل البغي عند الطاعة قدريون وعند المعصية جبريون الفرق الخامس عشر أولياء الرحمن لا يصرون على الذنب وهذا من علامات محبة الله للعبد أما أولياء الشيطان فيعتقدون بالحلول ووحدة الوجود وتتلبسهم الشياطين فيظنونها ملائكة الفرق السادس عشر أماكن العبادة عند أولياء الرحمن هي المساجد أما أولياء الشيطان فيعتقد فيهم أتباعهم خصائص النبوة وصفات الملائكة ويتخذون القبور مساجد الفرق السابع عشر أولياء الرحمن غاية الكرامة عندهم في لزوم الاستقامة أما أولياء الشيطان فيفعلون ما يقوّل أحوال الشيطانية من السماع والمكاء والتصدية الأصل السادس قال المسنف رحمه الله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم انت الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي شروط الاجتهاد منها واحد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها اثنان أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كبعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك ثلاثة أن يعرف الناسق والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع أربع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك خمسة أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات ستة أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أذلتها هل يتجزأ الاجتهاد؟ نعم الاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله يجب على المجتهد أن يبذل جهده ثم إن ظهر له الحكم حكم به فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به باء وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة والتقليد له موضعان واحد أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اثنان أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ والتقليد نوعان عام وخاص التقليد العام هو أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم والتقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة انتهى قال المصرف رهيمه الله آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين انتهى نسأل الله تعالى أن يثيب المؤلف أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا